السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل عليكم. نهاردة ان شاء الله هنعمل جنحة الدجاج في الفرن. ما شوية. ما قرمشة. حلوة جدا. وطرية كمان من جوة. بالبهارات بس. اللي هنقطع بصل ولا طوم ولا طواطم ولا اي حاجة. فهننشوفها هنعملها ازاي. ده عندي كيلو وربع من جنحة الدجاج. بتنطفها طبعا ومخصولة كويس قوي. وشلت الدفر اللي بيبقى جنب الجناح ده. المصطفية ما فيهاش مياه. هحط عليها تلات معالق كبار من الزيت الدرة. وهحط عليها نص لامونة كبيرة. لو اللامونة صغيرة بحطها كلها. وعندي بقى البهارات بتاعتي اللي هي بقى الاساس كله. آآ ملح طبعا معلقة ملح آآ نص معلقة فلفل اصمر آآ معلقة آآ بودرة بصل وآآ وطوم آآ بودر برضو بابريكا آآ بغار اللحمة وبغار فراخ وزعتر وروزميري وشطة. وكل ده ده ان شاء الله هكتبه في صندوق الوصف. عشان مفيش حاجات تتنسى. وعندي معلقة الصلصة. وعندي معلقة من السياسوس. لو ما فيس سياسوس بحط معلقة دبس الرمون. عشان يديني الكارمالا ورون الاحمر اللي حلوة للدهبي ده الغامع. وحقلبهم كويس قوي مع بعض. واهم احاجة بقى قعدتها في التدبيلة. يعني لو كل ما تقعديها في التدبيلة طبعا هتغضي نتيجة احسن. هقلبهم كويس. وهغطيها واسيبها في التلاجة او على جنب في التلاجة طبعا احسن وهغطيها. واسيبها لغاية تم اجهاز شاويها. وتكون هي كمان جاهزة للشاوي. مش هحطها خالص على النار من فوق. انا هحطها على طول في الصينية هرصها. ممكن نحط ورق من تحت اليمونيوم او نحطها في الصينية على طول بس اهم حاجة ان هي هتتغطى برضو من فوق بالورق الالمونيوم عشان تستوي كويس. هرصهم جنب بعض. واللي بقي عندي من التدبيلة اللي احط عليه نص كباية مية. واحطه مع الجنيحة في الصينية. واكون مولى على الفرن يكون سخن. واحطه الاول نص ساعة من تحت في الفرن. وبعد النص ساعة هشيل الغطا. واحطه على الشبكة اللي في النص. نص ساعة تانية. وبعد كده تحت الشوية خمس دقائق او عشر دقائق كتير لما يحمره خالص. زي ما احنا شايفين كده حطناه من تحت. وبعد النص ساعة بشيل الورقة. هلاقي المية لسه بدأت تتشرب. هطلعها على الشبكة. وهسيبها نص ساعة كمان. وبعد كده السوس اللي في الصينية هنضر ينبيل بالفرشة من فوق. عشان نساعد ان هي تبقى مقرمشة اكتر وحمره وجميلة. هحطها بقى تحت الشوية. ممكن على الجنبين او على جنب واحد زي ما تحبي. هي من تحت ومن فوقها تبقى جميلة جدا. شايفين اللون هبقى عامل ازاي? بتقدميها بقى مع الصص اللي بتحبوه. جميلة جدا وتتكل حتى لوحدها كده من غير مكارونا ولا رز ولا اي حاجة. قول في البيت كلهم بيحبوها صغيرين وكبار حاجة جميلة جدا. ده شكلها النهائي. بجيها بس رشة زعتر كده فوق الويش. جميلة جدا ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. لأ عجبكم الفيديو ما تنسونيش. اشتراك و لايك. وبالفعانة و شفا. شكرا. شكرا.